بسمك اللهم وبحمدك وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين والله ندائم على أدائم أجمعين إلى يوم الدين وأسعد الله أيامكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد قال حفظه الله يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه الكلام في بيان ما هي العقد والعقود تابع للقصود والعقد كقصد ينبغي أن يترجم خارجا فكيف يترجم قصدك؟ يترجم قصدك إما بالفعل وإما بالقول وسيأتي معنا حكمهما إن بيعا يتم بالأفعال الدالات على قصودك ويسمى بالبيع المعاطاتي عطاء بعطاء إعطاء بإعطاء يأتي حكمه واسمه البيع المعاطاتي وتسمى بيوع المعاطات هي الصامتات من جهة اللفظ لكن مفهمات من جهة الفعل فعود العقود تابعة للقصود والقصد في طواياك لا يجوز الاعتماد عليه إلا بمبرز ومترجم كيف تترجم قصدك؟ إما بالفعل وإما بالقول أليس كذلك؟ جميل فلا بد في البيع من إيجاب وقبول ما المراد من الإيجاب من قبل البائع والقبول من قبل المشتري؟ جميل يقول البائع بيعتك الكتاب بمئة تقول اشتريت قبلت إذا اشتريت يعني اشتريت الكتاب بمئة قبلت أي قبلت بيعك لي كتابك بمئة جميل فالإيجاب من البائع والقبول من المشتري ما معنى الإيجاب؟ لما يسمى الابتداء هذا بالإيجاب؟ مرت معكم إشارة إليها في العقائد قلت وجبا أي ثبت الوجوب من معانيه ثبوت أليس كذلك؟ جميل فإذا وجبت جنوبها أي إذا ثبتت جميل فالآن نقول الموجب هو المثبت لهذه المعاملة وأنت تقبل هذا الثابت ولذا أنت تسمى قابل وهو يسمى موجب إذن الموجب هو المنشئ للبائع اتضح هذا الموجب لما سمي البائع موجبا؟ لأنه مثبت يعني هو الذي أنشأ المنشئ هو الذي أثبت ما لم يكن وبقي على الطرف الآخر القبول أو الرافض فالمبدئ والمنشئ لهذه المعاملة يسمى موجبا وفعله يسمى إيجابا إذن هذا موجب فيحتاج القصد لما يترجمه من قول أو من فعل والقول والفعل يجب أن يكون بيّنين واضحين فعل من قبل المعطي يسمى إيجاب وفعل من قبل البائع من قبل المشتري يسمى قبول واللفظان كذلك إيجاب وقبول بماذا يترجم البائع قصده؟ قال بكل ما يدل على قصده بعتك وبماذا يترجم المشتري قبوله؟ قال بكل ما يدل على رضاه بالإنشاء هذا كل ما يدل على مقابلته بالرضاه بالمقابل كقوله رضيت كقوله قبلت كقوله اشتريت جميل قال يعتبر في الإيجاب والقبول يعني لا بد في العقد من إيجاب وقبول ولا بد في الإيجاب والقبول من الصراحة وأن يكون كل من الإيجاب والقبول مفهما للمراد الداخلي أله لفظ يخصه سيدنا؟ أله لغة تخصه؟ قال عموما لا لا نشترط العربية في كثير من العقود فقل لا نشترط العربية في الجملة ونشترطها في بعضها ولا نشترط اللفظ في العقود في الجملة أو نشترطها في الجملة لأن بعضها نكتفي فيها بالأفعال كالبيع وبعضها وأن بعضها نشترط فيه اللفظ الصريحة والعربية أيضا كالزواج فالآن نحن نؤصل أصلا ونقول يعتبر في الإيجاب والقبول يعتبر في البيع عفوا يعتبر في البيع الإيجاب والقبول يعني يعتبر في العقد الإيجاب والقبول ويقع بكل لفظ دال على المقصود لهذا قلت العقود تابعات للقصود طيب وإن لم يكن صريحا فيه ها مش صريحا في مقصدك صريح في مقصدك لكن غير صريح في البيع البيع له كلمتان تدلون تدلاني عليه بعتو واشتريتو هاتان أصرح كلمتان في البيع طيب لو استبدلناهما بما يدل على مرادي في البايع كقولي بعت فأنت قلت اشتريت فأنت قلت رضيت صح هذا طيب لو أنا لم أقل لك بعت قلت ملكتك التمليك أعام من البيع لأنه قد يكون المراد ملكتك بالهبة قد يكون ملكتك بالمجان قد يكون ملكتك بالنذر قد 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 ومنها قد يكون ملكتك أي بالباع فإذا هذه اللفظة غير صريحة في الباع فهل يصح الاكتفاء بها بالباع قال لا ضير لا ضير إذا دلت على تمام قصدك أنك في مقامل الباع طرح جيد قال حفظه الله ويقع بكل لفظ دال على المقصود وإن لم يكن صريحا فيه وإن لم يكن صريحا فيه مثل بعت وملكت طيب بادلت بادلت يقصد يعني ماذا؟ عوضا بعوض في مقام البيع تصح بعض ومثل ونحوها في الإيجاب يعني والكلمات غير الصريحات في الإيجاب بالبيع بس صريحات في البيان مثل قبلت رضيت تملكت اشتريت وافقت ونحوها في القبول جميل أنت اشترطت في البيع عقدا سيدنا قال نعم نعم وميزت لكم هو قال وميزت لكم بين البيع اللفظي وبيع المعاطاتي البيع الفعلي كلامنا الآن في البيع اللفظي جيد في البيع العقدي اللفظي يقول ولكننا في البيع العقدي اللفظي لأنه في البيع عقدي غير لفظي قال لكننا في البيع العقدي اللفظي مع أننا اشترطنا لفظا اكتفينا بغير الصريح منه إذا دل على المراد صحيح؟ ونكتفي بغير العربي فيه ولا تشترط فيه العربية في عقد البيع لا نشترط العربية بعد كما لا يقدح فيه اللحن ما المراد من اللحن؟ أعم من اللكنة والخلل في مخارج الحروف والخطأ في قانون الصرف والنحو كل هذا اسمه لحن أي خطأ جميل مرة يكون الخطأ في النحو مرة يكون الخطأ في الصرف مرة يكون الخطأ في مخرج الحروف يعني واحد لا يتمكن من حرف الشين فيجعلها سين فهل يكتفى منه بلفظه بالسين؟ واشتريتو؟ هو هذا مراده طيب أنا يفترض أن أقول اشتريتو أنت قلت بعتو أنا قلت اشتريتو لو أنت قلت بعتا وأنا قلت اشتريتا ونحن نريد الإنشاء والقبول كما يفعله بعض إخواننا من غير المثقفين يعني العوام مثلا هكذا يقولون يقول اشتريتا أنا اشتريت منك هذا أنا اشتريت منك هذا أنت بعت صح يقول أنت بعت الكتاب فلو كانت هكذا قال جائز جائز يكتفى بهما في العقد لأن العقود تابعة للقصود وهما في مقام الإنشاء والقبول يعني يقصدان إيقاع البيع يقصدان وقوع البيع وفي المقام تعرفون قضية شينو بلال سينو بلال شينو عند الله بلال الحبشي رحمه الله عبد حبشي من أثيوبيا عبد عندنا عبد لله عز وجل لونه أسود وقلبه أبيض وكثير من أهل مكة كانوا بيض الألوان سود القلوب فهذا اللون الكريم الأسود لبلال فضلته السماء على كثير من ألوان البيض سود القلوب كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما فالنبي صلى الله عليه وآله ساوى بين الناس ولا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوة والأسود على أبيض فسلم بلالا وزارة الإعلام وكان هو الذي يباشر برسائل رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يطيق أصحاب القلوب السوداء مثل هذا الترأس ومثل هذه الوجاهة هم يأخذون على ظاهر الألوان والله يأخذ بباطن النوايا وكان بلال غير عربي فلم يتمكن من النطق الفصيح وكان مؤذنا فكان يخطئ أو يلحن بقوله أشهد أن لا إله إلا الله شينه سين فانتقص منه كثيرون وانتقده بعضهم فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال سين بلال شين عند الله ربنا رب نوايا وأنتم أهلا أهل ظواهر أو مظاهر قال كما لا يخضح فيه اللحن في المادة المادة ما هي يعني هي النطق بالحروف أي الحروف التي يتركب منها الكلمة هذه اسمها المادة الهيئة يعني الأوزان الأوزان مثل وزن تفاعل وفاعل والمخاطب والمتكلم يقول هذا الخطأ غير ضر في صحة البيع إذا لم يمنع من ظهوره أكمل في المعنى المقصود عند أبناء المحاورات يعني الذين يتحاورون والذين يسمعون مثل هذا الكلام يعرفون مراده قال ويجوز إن شاء الإيجاب بمثل اشتريت اشتريت عفوا وابتعت وتملكت وإن شاء القبول بمثل شريت وبعت وملكت لماذا إذا كانت واضحات المراد يعني إذا اتصف الواحد منهما بما أراد هذا بائع وهذا مشتري فاللفظ عندئذ غير موقوف على حرفيته جميع ما يؤدي المطلب ويظهر منه القصد يجوز إذا كان كذلك سيدنا فما قولك بالجواب في هذا السؤال لا هو شو عم بيقصد يقصد لو انعكست الألفاظ الدالة على الإنشاء والألفاظ الدالة على القبول يعني عادة المنشئ للبائع هو البائع فلو استعمل المنشئ للبائع ألفاظا يستعملها عادة القابلون لهو مثلا تملكت فلو استعملها القابل فلو استعملها البائع هل يجوز قال نعم لا يضر إذا كانت تؤدي في مطلبه الإجاب هو الذي يبيع وإذا قال يجوز إن شاء الإيجاب بمثل اشتريته يعني هو هذا هو هذا الخطأ الذي لا يضر يعني لو استعمل البائع ألفاظ الإيجاب واستعمل المشتري ألفاظ القبول عكسوها فهل يصح قال نعم إذا كانت واضحة المراد جاز جيد وعليه سؤال يتفرع من المسألة السابقة إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار من القائل المشتري عرض على صاحب الفرس البائع بقوله طلبا بعني فرسك بهذا الدينار حدد المعوض وحدد العوض قال المخاطب من المخاطب يعني البائع قال بعتك فرسي بهذا الدينار يعني الواضح هنا أن الإيجاب تأخر عن القبول بل حتى القبول ما صار لأن القابل اللي هو المشتري طلب طلبا قال بعني فرسك قال بعتك فرسي وإن القبول لا قبول أي صح مثل هذا البيع واضح البائع ينبغي أن يقول بعتك فرسي بدينار تاك يقول قبلت أو اشتريت بينما هنا جاء المشتري كأنه يأمر أو يطلب أو يعرض قال أتبيعني فرسك بهذا فلو قال البائع نعم لنعكس الدوران وصح البائع قال لا يضر ولذا قال لو قال بيعني فرسك بهذا الدينار أو لو استفهم بس جادا أتبيعني سيارتك بهذا المبلغ قلت نعم أفعل هل يصح مثله بيعا قال لو قال بيعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب يعني البائع بعتك فرسي بهذا الدينار فالأظهر صحته سيدنا أين القبول هنا القبول فرع الإيجاب هذا أنشأ البيع وقال بعتك فرسي ولم يترتب على قوله هذا القبول قال بلا حاجة إلى ضم القبول لأن القابل هنا هو الآمر الذي قال بيعني فكأنه أصدر جوابا ضمنيا وقبولا واضحا عندما أمره وقال بيعني فلا يحتاج إلى قبول مرة أخرى قال بلا حاجة إلى ضم القبول من الآمر يقول سيدنا غرابة في غرابة قال هذه الغرابة يفهمها العرف أنها غير غرابة وانزل إلى السوق فكثير هم الذين يتبايعون هكذا يأتي ليه بنفضة طلب هذا يعرض مثلا هذا يعرض حنطته بألف أن تأتي وتقول بيعني حنطتك بخمسمائة يقول اذهب خذ هكذا هكذا يتبايع الناس ولذا قال قال إذا كان المتفاهم منه عرفا إعطاء السلطنة إعطاء السلطنة للمخاطب في نقل الدينار إلى نفسه ونقل فرسه إليه يعني أنت سمعت من البائع هكذا يقول الحنطة بألف أنت جئت إليه وقلت هك خمسمائة وبعني بخمسمائة ماذا قال البائع قال أفعل أفعل هذا الحوار وهذا الكلام يفهم أهل العرف بيعا وتسليطا أنت سلطته على الخمسمائة التي وضعتها بين يديه وهو أباح لك أن تأخذ الكيل من الحنطة هذا تسليط في النقل والانتقال قال والظاهر أن الأمر كذلك الأمر يعني الطلب ومثله ما إذا كان لشخص واحد حق التصرف في المالين بأن كان مثلا وليا على المالكين أو وكيلا عنهما يعني لا يجب عليه أن يقدم إيجابا من وقبولا عن بإمكانه أن يعكسهما لأنه سلطان المالين ينقل بنية قصد البايع تم جيد قال يعتبر في تحقق العقد الموالات والحمد لله رب العالمين